تبنى مجلس النواب الأمريكي تعديلا على ميزانية وزارة الدفاع يمنعها من تخصيص أي أموال لإعمار غزة وفض موقع The Intercept الأخباري الأمريكي بأن مجلس النواب الأمريكي صوت على تأييد قرار يمنع إدارة الرئيس جو بايدن من تمويل إعادة أعمار قطاع غزة وقدم هذا القرار من قبل عدد من النواب الجمهوريين حيث تبنوا تعديلا على قانون لتفويد ميزانية الدفاع السنوية لعام 2025 في معارض ديمقراطيون التعديل الذي تم إقراره بتصويت صوتي بسيط اشتركوا في القناة